حالات إصابة بالإسهال جعل المراكز الصحية ومستشفى قضاء القرمى بمحافظة الأنبار يعلن حالة الاستنفار التامة للكوادر الصحية الله الحمد لله نسجل إصابة لحد الآن في مستشفى القرمى لولادة والطوارئ كما نود أن نوضح أنه في حالة استنفار وجاهزية تامة لحد اللحظة وبمتابعة مستمرة من قبل دائرة صحة الأنبار وجهود حثيثة تبدل حقيقة في حالة ظهور أي حالات اشتباه نحن جاهزين من ناحية أخذ العينات وارسالها للتشخيص واعتماد التشخيص من قبل مختبر الصحة العامة في دائرة صحة الأنبار أملية التحرير المختبري والكشف السريري أوضحت أن جميع الإصابات هي حالة أسهال بسيطة ولم تسجل أي حالة إصابة بوباء الكوليرا في القضاء طبعا تستقبل مستشفى قضاء القرمى الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة من كافة أنحاء قضاء القرمى والمناطق المجاورة له طبعا الخدمات متواصلة على مدار 24 ساعة ولم توجد هناك حالات كوليرا إنما حالات إسهال بسيطة طبعا الكادر يقدم أكثر الخدمات وأفضلها من خلال الدواء والعلاجات الموجودة في الصيدلية الحمد لله يعني إحنا لحد الآن ما جاءنا شيء حالات إسهال بسيطة وتم معالجتها بالمستشفى ورقود فترة يعني بسيطة ويخرج إلى المريض تعمل المواطنين مع الجهة الصحية في تطبيق التعليمات الوقائية كفيلون بحماية المواطنين من الكوليرا وغيرها من الأمراض والأوبئة من أمبارحمد القيسي زاكروس